السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهاردة هناخد حرف جديد طبعا انا خدنا ببراح حرف البي قلنا لازم قبل ما ناخد اي حرف جديد لازم نرجع على القديم عشان نشوف الطفل هل استوعب الحرف في قرية وكتابة وشكل الحرف في نفسه وحفظه. طيب احنا هنشوف نهاردة هنرجع على الالف والبي وهناخد حرف التاب. طبعا احنا لازم نرجع على الالف والبي الاول. طيب تعالي يا نور. ده حرف ايه? الف شطرة وضحرف ايه? ب شطرة. طيب احنا لازم نرجع عليه برضو كتابة. اكتب يلا الالف هنا تحتيه. شطرة ده ايه? الف شطرة. يلا نكتب حرف البي هنا هنا. طيب هات الالف هناخد النهاردة بقى حرف جديد اللي هو حرف التى. دروقتي هي حفزته قرية وكتاب. طيب هناخد حرف ايه التى اللي هو طبق برضو نحط ايه نقطة ين فوق الطبق مش سحت الطبق. طيب ده حرف ايه نور تى? تى. 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 طيب هنكتبه زي حرف البي هنا اللي هو طبق كده. بنحط نقطة ين. يلا نكتب هنا زي ماما. نكتب هنا حرف ايه التى. تى. طيب احنا هنكتب حرف التى الاول اول زي ما قلنا هنكتبه نقط بعد كده هنكتبه نقط زينا بعد كده هنكتبه الواحد. نقطتين كده. طيب ده نور حرف ايه? تى. 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 هنكتب ازي حرف تى هنمشي كده على النقط. هنكتب ايه حرف تى? تى. طيب انا هنعملك نقط ونكتبه زي. يلا تبينه علي النقط. ده حرف ايه تى. 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 قمح على نقط. راجي على النقط تاني. بصي. تحطي برضو ايه? راجي على النقط اللي انتي ايه? تحطي ايديك عليها. ده حرف ايه? ايه شطر. ايوه. شطر يا نور. طيب هنكتب دلوقتي حرف ستين لواحدنا. بصي انا هنكتبه دلوقتي ايه? لواحدة يا ومجر النقط. هنعمل كده. طبعا. وهو نقطتي. يلا هنكتب لنا زي. ده ايه? تي. تي شطر. طيب احنا خدنا حرف تي. ده ايه? ال. ال. ب. تي. تي شطر. ال. ال. ب. تي. طيب. احنا دلوقتي خدنا ايه? زي ما قلنا خدنا ال. ب. و. تي. هنراجع برضو هنكتب في الكراسة. يلا يا نور تعالي رجع معي يلا هنناجع برضو بالكراسة زي ما احنا قلنا بنجيب كراسات من المكتبة برضو عشان التفلي يعرف الحرف والحيوان عشان يكتبوا طبعا الحيوان على الصبورة حروف ده حرف ايه آلف آف شطر ب بط بط شطر ت طفاح طفاح شطر ت ت طفاح طيب احنا هنكتب الواجب هنكتب الواجب اللي احنا قلنا عليه فيه الكراسة هيتكتب طبعا والطفل بيكتب ورانه طيب قبل ما ينام الطفلة قبل ما ينام بساعتين بيبقى حلو ان هو بيبتل طبعا الحرف بيبقى الصبح بزينه وبالليل بيراجع اللي هو هنكتب ازاي هارف التيل هو كده طبق وتحتين وقطتين ونعمل شرطة يستحسن نتخلي الحرف كتب في صفحة ثلاث صفوف اللي هو كده واحد اثنين ثلاثة ونكتب حرفتين وهو بيكتب تحتين طبعا بقلم جاف انت بتكتبه وهو بيكتب الالم والرصاص لغاية ما بيحفظ الحرف طيب زي ما قلتلكم كده اللي هو بنعمل ثلاث صفوف وبنخلي التفلي يكتب بالقلم والرصاص واحنا بنكتب بالقلم الجاف طبعا لو التفلي ماستوعبش معاك من اول مرة بتكتبه خلي يكتب صفحتين لو استوعب يكتب صفحة وبنراجع برضو عليه قبل ما ناخد حرف جديد زي ما تعودنا طبعا ان شاء الله بكر هناخد حرف جديد وبردو هنسمع الحروف القديمة كتبة وقرية طبعونا ان شاء الله فيديو جديد ونشوف الطريقة بتاكتب الحرف ازاي ونعلم التفلي ازاي اشتركوا في القناة